ثم الشيء مهم جدا في الكتاب وهو هذا طبعا لب القصيد الجهاد ضد الخطية الجهاد ضد الخطية خلينا أقرأ من الرسالة إلى العبرانيين من الآية الأولى لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله في آية ثلاثة شو أقول فتفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم في آية أربعة لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين مجاهدين ضد الخطية مجاهدين ضد الخطية أحبائي الكاتب يشجع برسالته إلى العبرانيين يشجع العبرانيون على مواجهة الاضطهاد وعلى الصبر والاحتمال وعلى التمثل بسحابة الشهود اللي ماتوا من أجل المسيح مثل يعني في استيديوم عم بتفرجوا علينا ثم يشجع على النظر إلى رئيس الإيمان إلى يسوع المسيح وكم احتمل على الصليب من أجلك ومن أجلي احتمل الخزي والعار والألم وإنه بعدين في آية أربعة بالحقيقة بالواقع بقول في الواقع أنتوا بعدكم أصلا ما وصلتوا إلى حالة الدم يعني الموت يعني ما وصلتوش إلى حالة الاستشهاد كما حدث مع استفانوس شهيد الأول في المسيحية في أعمال سبعة أو كما حدث مع يعقوب الرسول في إصحاح دعش أو كما حدث الاضطهاد في أعمال تسعة الآية الأولى وأعمال اتنين وعشرين وأعمال ستة وعشرين آية عشرة فإذن في كان اضطهاد شرس والعبرانيين ابتدأوا يتراجعوا هل الأمر بيستاهل بيستحق أن نلضلنا في المسيحية فبيتكلم عن سمو ورفعة وتفوق المسيح على كل شيء وأنه بالحقيقة أن يسوع هو مثالنا هو صابق لإلنا هو بديل عننا اتمثل من الناس اللي ماتت أصلا من سحابة الشهود حتى لا تكل ولا تخور انظر إلى رئيس الإيمان وبالحقيقة سدقوني نحن اليوم بعدنا لو وصلنا فكرة الدم والاستشهاد من أجل يسوع المسيح أنا أتكلم كما كان في مقارنة بالكنيسة الأولى فالخطية هي مشكلة المساكل وهي اللي سببت الارتداد والخوف وعدم الإيمان للعبرانين